السلام عليكم متابعين قناة الربح من الانترنت امين نزار لا ترى ما كانت فكرة الربح من الانترنت لمعظم الناس غير صحيحة او خاطئة وهناك فئة كثيرة جدا تقول بان الربح من الانترنت لا يوجد من الاساس والسبب في ذلك انهم شاهدوا الاف والاف الفيديوهات ولكن دون ان يربحوا ولا سنتيم واحد لماذا ما هو السبب وهناك فئة ثالثة لا تستخدم مصطلح الربح من الانترنت يعني الربح من الانترنت ما كانش كاين العمل في الانترنت وبالطبع هناك من يكسب الالاف الاف الدولارات من اليوتيوب او من الانترنت بصفة عامة لكن المشكلة لا يعطيك الطريقة او سيكون هناك احتكار في المعلومة خاصة في دولة المغرب العربي يعني ما بين الجزائر والمغرب وتونس واليبيا ومصر وغيرها اما في اوروبا فكل شيء باللغة الانجليزية لمن يفهمها سيجد هذه الطرق موجودة في الانترنت ولمن لم يفهم بعد اللغة الانجليزية فهذه مشكلة اما في اوروبا فهذه الطرق موجودة ويتم نشرها ايضا رغم ذلك فايضا في امريكا واوروبا هناك احتكار في طرق الربح من الانترنت اما متابعين قناة الربح من الانترنت امين الزار فاليوم سيكون لديكم القدرة لمعرفة وفهم المفهوم الحقيقي للربح من الانترنت يعني اذا شاهدت هذا الفيديو كاملا ولم تضيع ثانية واحدة فقط فستكون لديك قاعدة اساسية حول طرق الربح من الانترنت بصفة عامة وساعطيك في هذا الفيديو حرفيا ما يجب فعله لكي تبدأ الكسب او الربح من الانترنت لذلك ففي هذا الفيديو ساعطيكم مجموعة كاملة لطرق الربح من الانترنت يعني لن تذهب الى اي مكان اغر فقط اذا عجبك مجال او عجبك اسم او طريقة اكتبها في جوجل فستجد شروحاتها واتبع الطريقة التي تساعدك وحسب مستوى ثقافي الموجود في كل دولة وفي كل شخص وان شاء الله سيكون مصدر دخلك الاساسي هو الانترنت منذ اليوم انا مثلا امين نظار اربح من اليوتيوب خاصة بنسبة كبيرة هناك من يربح من اليوتيوب والمواقع او المدونات وهناك من يربح من مجالات كثيرة ساذكرها واحدة واحدة فلا تذهب بعيدا واركز معي تعلموا مثل هذه الفيديوهات فهي حقيقة توضح لكم اشياء كثيرة كثيرة جدا فقط ملاحظة صغيرة الطرق التي سأعطيها لكم اليوم هي طرق قانونية وشرائية مئة بالمئة ومصدر رزق حقيقي لالاف من البشر وهناك حقيقة من كسبوا الاف الدولارات وثروة كبيرة جدا من الانترنت هناك من اشترى منزل اتكلم هنا في الجزائر وما ادراك في دول اجنبية او خليجية هناك من اشترى منازل هناك من حقق ارادات يعني في رمضان فقط حوالي ثلاثمائة او ستين الى خمسمائة مليون في الشهر يعني هناك ثروة حقيقية لكن لا احد سيقولها لك الا امين نظار الجزائر الذي لا يحتكر اي معلومة ان شاء الله وكل مبدئ باذن الله اذا كنت مبدئ في عالم الانترنت وكنت عربي فستتعلم الحقيقة من وراء الربح من الانترنت وسيكون لديك مصدر رزق حقيقي وهذه فقط بالصبر والتألم والمشاهدة فيديوها التعليمية وايضا بعض المدة حتى تتعود لاشياء كثيرة وتوفر بعض الامكانيات ارجو منكم ان لا تتخطوا هذا الفيديو وتشاهدوه كاملا اشتركوا في القناة وفجرواها لايكات اذا ساعطيك 20 طريقة للربح من الانترنت ساحاول فقط ذكرها ببعض الشروحات لكي لا اطيل عليكم انتم فقط اذا اعجبكم احد هذه المصطرحات وهذه الطرق اكتبوا فقط الاسم الذي سأذكره في جوجل وسيعطيكم الطرق الموجودة في اليوتيوب او في الانترنت او في كل المجالات اذا اول طريقة واضخمها على الاطراق التي تعطيك ثروة كبيرة كبيرة جدا في العالم وهي بدأت في المغرب العربي بقوة وفي اوروبا وامريكا موجودة منذ القدم هي الربح من التجارة الالكترونية لا يمكن ان ابدأ اي فيديو طرق لربح من الانترنت بدون ان اذكر او شيء وهي التجارة الالكترونية اصبحت شيء اساسي في العالم الان يعني هي المركز الاول لربح الاموال لربح اشياء كثيرة جدا بالاف الدرارات والشيء الذي جعل التجارة الالكترونية تطورت كثيرا هي فيروس كورونا ومثل هذه الاشياء التي جعلت الناس تتسوق من الانترنت باختصار لمبتدئين لمن لم يفهم بعد ما هي التجارة الالكترونية هي كل موقع وكل شيء في الانترنت التي تبيعه وتشتريه مثلا انت في منزلك تريد شراء حذاء تذهب الى الفيسبوك وتبحث عن متجر في ولايتك فتتواصل معه بالميسنجر وتقول له اريد ذاك الحذاء اريد ذاك الشيء فيرسلونه لك في البيت وتعطيهم المال هذه التجارة الالكترونية ما عندها بيع كل شيء في الانترنت وهو موجود في بلادنا عاد جدا ويمكن لأي شخص ان يفتح موقع او فيسبوك او اي شيء لكي تستطيع الناس التواصل معك وتضع وتصور تلك المنتجات التي هي عندك او لعندي صديقك او لعندي محل ما وتقوم انت ببيع ذاك المنتج وتذهب لشراء المنتج من ذاك الشخص وتعطيه بمبلغ زائد بعض الشيء ولكن تبيعه ويصبح لديك شركة كبيرة وتربح اموال طائلة ايضا فالتجارة الالكترونية او الشراء من الانترنت اصبح الان مصدر رزق الكثير وهو المصدر الاول في الانترنت وافضل شيء هو فتح وافضل شيء للربح من هذه التجارة الالكترونية هو فتح موقع او فتح متجر تجاري الالكتروني عن طريق بالطبع فتح موقع او نطاق دومين مثل .com او .fr او .net الان اعطيكم خطوات البدء في التجارة الالكترونية اول شيء قم بتحديد المنتج الذي تريد بيعه في الانترنت يعني يجب ان تكون لديك منتج مؤين او منتجات محددة لتقوم ببيعها في الانترنت ثاني شيء قم بتحديد المصدر او تعرف على الشخص او المحل الذي سيعطيك تلك المنتجات وتبيعها انت من الانترنت وكأنك ستكون صاحب المحل لكنك ستتلقى فقط عمولتك او مبلغ صغير لك لانك قمت ببيع هذا المنتج لصاحب المحل وتتلقى انت تلك العمولة حتى يكون لديك رأس مال وتشتري منتجاتك الخاصة من اي بلد او تصنعها بنفسك وتبيعها بنفسك في موقع او متجر الالكتروني واسهل طريقة هي طريقة الدروب شوبينج عن طريق المواقع مثل امازون الموقع الكبيرة فقط ما عليك ان تأخذ او تشترك في امازون عن طريق الجيميل ثم تأخذ روابطك المنتجات وتضعها في موقعك وتحاول ان تضع منتجات جيدة وجذابة وتبيع المنتجات عن طريق الامازون عن طريق الدروب شوبينج لانهم سيعطونك عمولة اذا قمت ببيع مثل هذه المنتجات يعني تبيعها انت لا يهمك اي شيء فقط ايصال الموقع والفكرة للشخص لكي يشتري وعند الشراء من الامازون ستتلقى انت مبلغ من المال لانك قمت ببيع رابع شيء ابدأ في البيع من متجرك الالكتروني يعني افتح صفحة فيسبوك افتح يعني موقع حقيقي.com.net.fr موقع حقيقي او متجر الالكتروني لكي يتعرف عليك الناس لكي يكون مثل موقع واتكنيس كما يعرفه الجميع يبيعوا كل شيء من الالكترونيات الى المنابس اي شيء وهو موقع سهل وبسيط جدا والان كبرى اصبح كبير على مستوى المغرب العربي ثاني طريقة وهي الربح من التسويق بالعمولة وبطريقة مبسطة جدا كما اخبرتكم في السابق تكون انت الذي تبيع منتجات محل ما او شخص ما عن طريق الانترنت وكعربي يمكنك البداية مع اكبر المتاج العربية مثل جوميا مثل سوق.com وغيرها الثالث طريقة هي الربح من تطبيقات الجوال رابع طريقة وهي اشهرها على الاطراق في العالم عن طريق الربح من التدوين والمواقع وغوغل ادسنس وعندما نقول جوجل ادسنس الكل يحسب بانه يوتيوب حساب جوجل ادسنس هو الذي يضع لك اعلانات معناه اذا كان لديك حساب ادسنس يمكنك فتح موقع رياضي او موقع يتكلم في اي مجال ما يكون فقط موقع حصري وانت من يكتب تلك المقالة وانت من لديك تلك الافكار فيمكن ان ينجح ذاك الموقع بالاخبار او اي شي ثم تربيطها بحساب ادسنس فتصبح لديك ارباح من الموقع رهيبة رهيبة جدا وايضا يمكنك استعمال حساب ادسنس للمدونة ما معنى المدونة وما معنى الموقع الموقع هو نطاق بالمال تشتري نطاق .com.fr.net اما المدونة فيمكنك فتحها عن طريق وورد بريس او اي موقع خاصة منها الجوجل تعطيك ايضا امكانية فتح مدونة مجانية وتأمل فيها وتربح منها عالي جدا انت ربيطها بحساب ادسنس خامس طريقة هي الربح من منصات العمل الحر وهي من اسهلها على الاطراق مثلا تكون انت وكيل او وسيد بين شركة وشخص اه يطلبون منك الرسم او كتابة او تصوير او منتاج او اي شيء يمكنك ان تعمل لهم تلك او ذلك العمل للشركة وانت جالس في منزلك يعني هناك موقع كثيرة تقولك مثلا اكتب لي مقالة واعطيك كذا افعل المونتاج فيديو او عمل اعطيك مبلغ مالي قم بتغيير صوت فوتوشوب اعطيك مبلغ مالي والموقع كثيرة جدا يمكنك العمل معها واعطاء ما يمكنك اعطاء من تجربة او هواية او اي شيء تتمكن فيه ومن بين اهم منصات العمل الحر المشهور الان هي موقع او هو موقع فايفر الموقع الثاني هو فريلانسر الموقع الثالث اسمه ميكرووركر الموقع الرابع اسمه ابوورك وايضا هناك موقع خمسات المشهور عند العرب السادس طريقة يربح منها الناس هي عن طريق التداول او الفوركس السابق طريقة وهي اهم طريقة بالنسبة لي للمبتدئين ولكل شخص يريد ان يربح مال حقيقي وهي الربح من اليوتيوب كما يعلم الناس ان اليوتيوب هو الثالث اكبر موقع في العالم من حيث الشهرة ومعدل الزيارات العالمية ويعتبر ثاني اكبر محرك بحث بعد جوجل كل الالم يعلم بان الكثير والالاف من الناس يربحون مال حقيقي من الفيديوهات في اليوتيوب الامر بسيط جدا فقط افتح جيميل افتح قناة فرعية او قناة اساسية او قناة يوتيوب صفة عامة اذكر او قم بتسمية قناتك في اليوتيوب او قم بوضع هاتف وتكلم او افعل اي شي او ضع صورة وتكلم عليها بالتعليق كالصوتي فقط افعل اي شي ثم ارفع ذاك الفيديو في قناتك وستبدأ الربح بعد تحقيق الشروط وهي الف مشترك واربعة الاف ساعة مشاهدة في كل فيديوهاتك اي ما يعادل حوالي ميتين واربعين الف دقيقة مشاهدة ثم بعدها تفتح حسابات تنس وتربيطه بقناتك وتربح من الفيديوهات الخاصة بك الثامنة طريقة وهي اصبحت الان مهمة جدا وهي الربح من الفيسبوك او من بين اهم الطرق الربح من الفيسبوك يعني ممكن الناس لا تفهم كيف اربح من الفيسبوك اهم الطرق هي الربح عن طريق الفيديوهات ايضا الربح من الفيسبوك عن طريق المقالات الفورية ايضا الربح من الفيسبوك عن طريق الالعاب الفورية تاسع طريقة يربح منها الناس وهي الربح عن طريق اختصار الروابط عاشر طريقة الان واصبحت يعني او دخلت بقوة وهي الربح من الانستغرام وبالطبع تقولي كيف اربح من الانستغرام والانستغرام لا يعطي المال يعني لا توجد طريقة انا اقول لك بان انستغرام في الوقت الحالي لا يدفع لك المال لكن من سيدفع لك المال هي الشركات اخرى اذا كان ديك انستغرام ناجح وديك متابعين يعني قطر بالالاف او مئات الالاف او الملايين فيمكنك ربح المال بطرق عاليدة جدا وسهلة مثلا شركات تريد الترويج لمنتجاتها او ملابسها او اي شي تلبس ذاك المنتوج او تلبس تلك الملابس تأخذ الملابس مجانا وتأخذ المال من الشركة وتقوم بعمل اعلان عليها ايضا شركات التسويق بالعمولة يعني تضع صور لمنتجات او شركات عالمية او محلية بمقابل مادي ايضا وضع روابط لمواقع تمتلكها فيها حساب ادسنس يمكنك ربح منها مثلا اذا لديك الاف المشتركين المتابعين في الانستغرام يمكنك مثلا التكلم معهم اذهبوا الى ذاك الموقع اذهبوا الى ذاك الشخص فتربح المال عن طريق هؤلاء الاشخاص مثلا انا قناة يوتيوب هناك انستغرام كبير يمكنه ان يتكلم على قناتي قناة تربح من الانترنت امين الزالم تدئين وغيرها فيتكلم عليه في الانستغرام او يضع صورة ويضع رابط فيتوجه كل الناس الى ذاك الموقع ويشتركونا فيه الطريقة 11 الربح من خدمات اختبار كفاءة الموقع وهذه قليلة جدا ما معنا ذاك باختصار مثلا هناك مواقع عالمية جديدة تعطي المال للاشخاص الذين يراجعون مواقعها او يشاهدونهم هالموقع جيد الهند راضي عليه هل هو جميل فتعطيهم رأيك اجوبة على اسئلتهم ثم يعطيناك المال مقابلها ومن بين اهم هذه المواقع الربحية اسمها يوزير تاستينغ موقع يوزير فيل دوت كوم ومواقع اخرى كثيرة الطريقة 12 الربح من الامازون او موقع امازون والربح من الامازون تكلمنا عليه في الطرق السابقة كلها كل الطرق تلك يمكنك التعامل الربح بالعمولة يمكنك التعامل الربح بالوساطة او بالشراكة او بطروب شوبينج او ببيع منتجات وبالروابط الخاصة بك يعني يمكنك فعل اي شي في الامازون اذا لم تفهم اي شي اكتب كيف اربح من موقع امازون في اليوتيوب ستظهر لك فيديوهات كثيرة تشرح لك تلك الطرق شاهد وتعلم يمكن ان تجد شيء ينفعك الطريقة رقم 13 الربح من جوجل لا تقلق لست مخطئ نعم الربح من جوجل ستقول لي هناك جوجل ادسنس وغيرها لا تلك طرق اخرى اما هذه طرق اكبر واكثر اتساعا المشكلة فقط تحتاج الى التعلم وفيها اكثر من عشر طرق الربح لذلك فما عليكم فقط ان تكتبوا في جوجل طريقة الربح من جوجل ستخرج لكم تلك الطرق جميعا انا المهم ان اعطيكم الطرق الموجودة كاملا في الربح الانترنت لكي لا يخدعكم اي شخص مثل هناك طرق سحرية وطرق ميكوطرق لا هذه هي الطرق الموجودة حقيقة اذا الطريقة 14 الربح من بيا عبر فيسبوك ماركت بليس واضن انها موجودة لدى الجميع في صفحتهم في الفيسبوك كما قلت لكم من قبل التجارة الالكترونية حتى الفيسبوك قامت بفتح ذاك المتجر البسيط جدا ويضع الناس اشياؤهم يقومون بتصويرها في المنزل ويبيعونها يعني يبيعون الدراجات السيارات اي شي تجدوها في الفيسبوك هكذا قلت لكم افتحوا متجركم الخاص وله اسمكم الخاص والمشهور وقوموا بيبيع اشياء لمحلات او شركات الطريقة 15 الربح من استثمار الاموال من الانترنت ومن بينها البورصة من بينها شراء عقود شراء منصات شراء اشياء كثيرة خاصة اذا كان ذلك المال الكافي الطريقة 16 الربح من مواقع رفع الملفات مثل ميديا فاير والطريقة سهلة جدا تقوم بيحمل ملفات او صور او اي شي لهذا الموقع ثم تعطي هذا الرابط الاشخاص يقومون بتحميلها وخاصة اصحاب المدونات يستعملونها كثيرا فتعطيك تلك الشركة اموال لانك استخدمت الموقع والروابط الخاصة بهم الطريقة 17 الربح من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي نعم ستقولون لي بالطبع هناك فيسبوك انستجرام وغيرها لا اقول لكم تلك اشياء او طرق ربح اخرى انا اتكلم تربح من المتابعين كيف ذلك هناك في الفيسبوك او اليوتيوب او اي مكان دائما هناك متابعين اوفية لصاحب الفيديو او صاحب القناة او صاحب الموقع او صاحب الفيسبوك يعني هناك شخص يحبونه كثيرا ويتابعونه ويعطونه له لهم ولاء كبير جدا فاذا تكلم حول منتوج يريد ان يبيعه او قميص يريد ان يبيعه او يطلب منهم اشياء فسيعطونه المال او ينسلونه لتطوير ذلك الشيء او اعطاء ذلك الشيء او يبيع لهم مندجا فيشترونه وهي موجودة اكثر في الدول الاوروبية والامريكية لان لديهم ثقافة مساعدة صاحب المحتوى المنشئ مثلا انا لدي سلبيات كثيرة لدي نقائص كثيرة وليس لدي المال الكافي ولا اربح المال الكثير لان لدي حياة تعيشها وهناك مصاريف فلا يمكنني تطوير المعدات تصوير ويعني شراء اشياء كثيرة فهي غانية الثمن لذلك فتجد ان هناك متابعين يحبونك لديهم بعض المبالغ المالية سيساعدونك ويشترون لك اشياء او يعطونك المال الطريقة 18 الربح من موقع جوميا وفكاته نفس فكرة الامازون والمواقع الالمية عن طريق دروب شوبينج او طريق منتجات تبيعها في عن طريق روابط او تتعامل معه مباشرة وتكون وسيط نفس الطريقة الامازون وغيرها الطريقة 19 وهي لبعض المحترفين وهي الربح من تأدية بعض المهام لشركات واصحاب البيزنس اولاين مثلا هناك اشخاص اعتبروا نفسي انا لدي قناة وتدروا لي بالمال الكثير لكن انا لدي حياة لا استطيع ان اركز كل وقتي على الفيديوهات فتفاهم مع شخص يصنع لي فيديوهات او يصنع لي اشياء يقدمها لي بالمال وانا فقط ما علي الا ان اضيف بعض اشياء واضعها في قناتي بدون ما اتعب عليها واخر طريقة لكم في هذا الفيديو وهو الربح من انشاء مشروع اونلاين وبالطبع من بينها انشاء موقع او انشاء تطبيق او بيع منتج من متجر الالكتروني وغيرها معناها تبدأ مشروعك واسهل مشروع اوصي به المبتدئين العرب وهو فاتح قناة يوتيوب وتقدم محتوى حتى وان كان ليس هديك اي هواية وكنت صغير في السن وتمتلك اي شي فقط اختر اه واجهة او اختر شي تحبه وابحث عنه في جوجل وطور نفسك وتألم وانشره في فيديوهات قصيرة فيصبح هديك بعد عام او عامين او ثلاثة او خمسة مشروع مستقبلية اما الشهرة اما الشهرة والمال وتربح المال كثير وايضا تصبح هديك قائدة جماهرية تستطيع ان تبيع اي شي او تشتري اي شي او تستطيع ان تطور من نفسك كثيرا اذا وصلنا لهاية اذا وصلنا لهاية هذا الفيديو اتمنى ان الفيديو لم يكن طويل عليكم ولكن وضعت فيه كل الطرق الربح من الانترنت هكذا لكي يصبح هديك المفهوم عام عن هذه الطرق التي يتكلمون عنها فقط اختر المجال او الجملة اعجبتك واكتبها في جوجل واكتب امامها الشرح ذلك الموقع او تلك الجملة يعني الشرح تجارة الكترونية فستظهر لك فيديوهات كثيرة وشروحات كثيرة تألم فقط بالتعلم ستنجح اما اذا تقول لا انها صعبة ولم افهم تلك الكلمة وهي صعبة جدا عليه فلا يمكنك ان تتقدم في حياتك ولن تنجح ولن يكون لديك مشروع مستقبلي اذا وانصحك باول مشروع في حياتك وهو فتح قناة يوتيوب ووضع فيديوهات فهي اسهل طريقة تربح منها المال الجيد اذا نلتقي فيديوهات ان شاء الله اخرى اذا جابك الفيديو فاشجروها لايكات اضغطوا لايكات من فضلكم قم بعمل بارتاج المتدئين واشتركوا في القناة لمن لم يشترك في القناة بعد ولا تنسوا ايضا ان تضعوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو لعرف هذا الفيديو كان جيد ام اتوقف من اعمل مثل هذه الفيديوهات وانشر فيديوهات اخرى اعطوني رأيكم في التعليقات لكي افهم ما يريده المتابعين الخاصين بقناة الربح من الانترنت امين انزاء اذا نلتقي فيديو اخر ان شاء الله السلام